نتكلم عن الموقف الدولة العراقية هذا الموقف يتجسد في موقف وزير الخارجية الأخير وزير الخارجية الأخير قال كثير من الأشياء المهمة قال أنه موضوعة الحرب والسلم هو قرار حكومي وهذا أمن قومي ويعني حاول في بيانة أن ينأى بالعراق بعيدا عن هذه الحرب أنا باعتقادي أنه أغلب الفصائل لكن زيد فؤاد حسين مو قال قرار حكومي قال قرار دولة تشترك به ثلاث رئاسات بالتأكيد حاليا نحن عندنا رئاسات اثنين ما عندنا ثلاثة نعم ننتظر رئيس البرنامان إن شاء الله شوفي بالنسبة للحكومة وطبيعة عمل الفصائل بعد تولي حكومة السودان اختلف عن فترة الكاظم والفترات اللي قبلها إلى حد ما تقريبا أغلب الفصائل توقفت عن استدافل القوات الأمريكية عدا أعتقد فصيلين ما زالت وهما من البداية قالوا إحنا فصائل مقاومة ونظل مستمرين وأبرزهم الشيخ أكرم الكعبي يعني مستمر في عملياته سواء ضد القوات الأمريكية أو حتى ضد الكيان الصيوني فأعتقد أنه هناك إحراج كبير على الحكومة بصراحة يعني الحكومة تحاول قدر الإمكان أن تطمن حلفائها الأمريكان أنه هي موجزة من الصراع والأرض العراقية هي أرض باردة ما لا علاقة بالنار اللي حولها النار اللي من الشرق من مشتعلة من إيران وحتى في جنوب لبنان وحتى في غزة أعتقد أنه موقف الحكومة صعب جدا في الوقت الحالي يعني موضوعة السيطرة على فصائل عقائدية يعني تؤمن بولاية الفقه يعني حتى تؤمن بولاية الخارج وولاية الداخل صعب التعامل منها هذا عقيدة هذا اللي صعب الموضوع هذا عقيدة أنه لازم يقاوم اشتركوا في القناة